نتحدث عن كوريا الجنوبية اليوم والتصعيد قبل هذه القمة التاريخية معي عبدالأكمار سنعية من عمان دكتور نبيل لعتوم الخبير في شؤون دولية نووية مساء الخير أهلا بك معنا طبعا قراءتك لهذا الموضوع تبعنا العديد من ردود الأفعال في نائب كوريا الشمالية السابق في لندن دكتور نبيل قبل أن ينشق طبعا قال بأن الحركة الدبلوماسية الراهنة لن تؤدي لنزع كامل وصادق للسلاح النووي إلى أي درجة بدأنا نشهد حقيقة هذه الملاحظات وماذا يعني خاصة فيما يتعلق اليوم بموضوع الوقت يعني بدأت علامات الاستفهام والشفافية شكرا جزيلا لك لا شك ميسون الآن الوقت هو مهم وحساس وحيوي الآن هناك قرب لقاء ما بين الرئيس ترامب ورئيس كوريا الشمالية تم تحديد موعد هذا اللقاء والولايات المتحدة الأمريكية وضعت جملة من دعيني أسمي الأهداف التي تسعى إليها لتنسيق دعيني أسمي ما يسمى بمحادثاتها مع بيونج يانج تشمل ثلاث مسائل أساسية المسألة الأولى هي نزع سلاح كوريا الشمالية النووي الأمر الثاني أيضا نزع ما يتعلق بأسلحة الدمار الشام التي تمتلكها كوريا الشمالية سواء كانت الأسلحة البيولوجية أم الأسلحة الكلمة نزع السلاح النووي الهدف الثالث هو برنامج الصواريخ لنبدأ بس بالأهداف نزع السلاح النووي وطبعا على سلم هذا الأهداف على ماذا سيكون هناك اختلاف دكتور نبيل هنا يعني طبعا هذا الهدف ولكن وعود كوريا الشمالية والمرونة التي أظهرتها في الفترة الأخيرة هل فعلا ستقدمها؟ بالتأكيد يعني ميزونة يعني كوريا الشمالية مارست عدد من السياسات لمحاولة الجلوس على طاولة المفاوضات مارست دبلوماسية حافة الهاوية من خلال تهديد مباشر بضرب كوريا الجنوبية واليابان والقواعد الأمريكيين موجودة في المنطقة بالإضافة إلى هذا ربما أحدث حالة من دعيني أسميه الهلع السياسي في منطقة جنوب شرق أسيا وجعل طبعا سرع من الجهود الدبلوماسية خدمة للخيار الدبلوماسي وبالتالي بات هناك إرادة إقليمية موجودة في المنطقة مدفوعة أيضا برؤية من جانب الدول الفاعلة التي لديها نفوذ سواء على كوريا الشمالية أو كوريا الجنوبية في مقدمتها الصين وروسيا لديها نفوذ مهم ومحوري خاصة أن هذان المتغيران المتغير الصيني والمتغير الروسي حاضر وبقوة في هذه العلاقة بالإضافة إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على كوريا الجنوبية لأن ما تريد واشنطن هو باكيج متكامل بمعنى مفاوضات غير متدرجة على خلاف ما تريده كوريا الشمالية صحيح وهذه المعضلة اليوم أولا الحصول نعم الحصول على ضمانات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية الضمانات يعني بومبيو كان وعد قال بأنه ستساعد فيما لو تم هذا الموضوع ستساعدها بإعادة بناء اقتصادها يعني هذه الوعود طبعا هي وعود مهمة بالنسبة لكوريا الشمالية كوريا الشمالية تعاني من فقر غذائي يعني كارثي تعاني من ظروف اقتصادية تعاني من عجز اقتصادية تعتمد في استرادها على الصين بالنسبة الثمانين في المائة وبالتالي تريد تطبيع مع الولايات المتحدة الأمريكية الآن كل الطرق تؤدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية حسب رؤية كوريا الشمالية هي تريد مفاوضات مباشرة للحصول على أكبر قدر من المكاسب لكن بمؤسسات ذلك هي لا تريد نزع سلاحها النووي والتفاوض على السلاح الصاروخي والتفاوض على أسلحة الدمار الشامل دفعة واحدة دون الحصول على ضمانات وعلى امتيازات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية هي ربما تستحذر هنا الضغط الصيني والضغط الروسي ماذا يمكن أن تقدم الولايات المتحدة الآن هي ضمانات اقتصادية غير موضوع الوعود ماذا يمكن أن تقدم الآن هناك ضمانات اقتصادية وهذه الضمانات دعيني يسميه بضمان كوريا جنوبي وبضمان من جانب اليابان وبالتالي أنا أعتقد أن ربما كوريا الشمالية تقع تحت ضغط الصين التي لا تريد أن تقدم تنازلات كوريا الشمالية دفعة واحدة خدمة لمصالحها الاقتصادية خاصة أن الصين قد دخلت في حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الثاني ميسون هنا المهم أيضا أن الصين ترتبط بجبرية جغرافية مع كوريا الشمالية أكثر من 1436 كيلومتر وهي لا تريد لكوريا الشمالية لوحدة الكوريتين سوف يشكل خطر كبير على الصين خاصة إذا انتقلت كوريا الشمالية إلى النموذج الرأسمالي وبالتالي سوف تصبح قوة اقتصادية ضاغطة من ناحية على الصين من ناحية ومن ناحية أخرى سوف يحدث هناك تصدير للنموذج الرأسمالي وخشية الصين من انتقال هذا النموذج إليها وبالتالي هذا يشكل معضلة مهمة وخطيرة وحساسة بالنسبة للصين الأمر الثاني أيضا المتغير الروسي حاضر وبقوة هناك إشكالات في العلاقات الأمريكية الروسية فيما يتعلق بخلق بيئة صراعية فيما يتعلق بموضوع جزيرة القرن فيما يتعلق بموضوع الدرع الصاروخي فيما يتعلق بالتشابكات والتعقيدات في ملفات الأزمات الإقليمية في المنطقة لسيما الأزمة السورية روسيا تريد توظيف كل هذه المتغيرات خدمة لمصارها بمعنى نظرية تخاتم الملفات وفق النظرة الروسية اجتماع الكوريتين رفيع المستوى يوم الأربعاء وما يحكى أيضا عن بأن كوريا الشمالية بدأت أصلا بتفكيك موقع نووي هل يقول لنا بأن نحن على المسار الصحيح قبل القمة التاريخية هذه بين كيم وترامب بالتأكيد هي على المسار الصحيح التهدئة في منطقة شبه الجزيرة الكورية سوف يخدم السياسة العالمية من ناحية وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية ترامب يبحث عن إرث سياسي يريد تحقيق دعيني أسميه صفقة سياسية مع كوريا الشمالية ربما هذا سوف يمهد لصعود نجم ترامب على المستوى العالمي لكن حل القضية أو المعضل الكورية الشمالية سوف يؤدي إلى استقرار عالمي من ناحية سوف يؤدي إلى التفاة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مشاكل الأخرى المتفاقمة في المنطقة خاصة بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي من الاتفاق النووي دولية نووية شكرا جزيلا على هذه المشاركة من عمان